السلام عليكم ورحبا بكم في الفيديو جديدا فيديوهات عن حياة الارض كيزاكو اللي كنتابع فيها الدراسة ديال دواهر جيولوجي المصاحبة لنشوء السلاسل الجبالي الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح شفنا اولا نشوء السلاسل الجبالي الحديثة اللي هي سلاسل الطمر والطف والاستضام وبدأنا في دراسة بعض دواهر جيولوجي المصاحبة لهذه العملية اللي هي التشوهات التكتونية الآن نبدأ في دراسة ظاهرة جديدة مصاحبة أو مرافقة دائما لنشوء السلاسل الجبالي الحديثة وهي ظاهرة التحول ونشوف العلاقة بين التحول ودينامية الصفائح أي تكتونية الصفائح وإذا العلاقة بينها وبين نشوء السلاسل الجبالي الحديثة إذن في هذه العملية ديال دراسة التحول وعلاقته بدنامية الصفائح فقد نحاولون نشوفهم بجموعة من المحاول المحور الأول لغن درسوا في الفيديو والمتعلق بدراسة التحول ومميزات هذه الظاهرة بمناطق الاستضام ثم بعدما نشوفه في فيديو لاحقه التحول بمناطق طمر ثم بعدما نشوفه عوامل التحول أيضا المعدل المؤشر والمتتالية التحولي وهما مفهومان جد أساسيا في العملية للدراسة التحول كظاهرة مرافقة لنشوء سلاسل الجبالية وكذلك سحنات التحول وسلسلة التحولية وننهي كل هذا بأنواع التحول وهي التحول الحراري والتحول الدينامي حراري وقد نحاول أن كل محور نخص لي فيديو خاص به وذلك بيش يكون عندنا تفصيل في هذه الدراسة إذن في دراسة التحول بلغة نختاره بأن ندرسه خريطة جيولوجيا وهو في الغالب إما كيكون مقترح عليكم دراسة خريطة جيولوجيا أو مقطع جيولوجي الفرق بين الاثنين وأيضا كيفية دراسة وتحليل كل وثيقة على حدة سواء تعلق الأمر بالخريطة الجيولوجيا أو المقطع الجيولوجي بكترقها بشكل أكثر تفصيل في فيديوهات لكن ندرناها بالنسبة للسنة الأولى ودرسنا فيها كيف نحلل خريطة جيولوجيا وأيضا كيف نحلل المقطع الجيولوجي اختار خريطة جيولوجيا التالية وهي خاصة بمنطقة استدام وفي هذه المنطقة أو في هذه الخريطة عندنا بطبيعة الحال دائما رأس الخريطة يشير دائما إلى الشمال الجغرافي وكذلك لدينا المقياس بيعنا كل واحد سنتيمتر على مستوى الخريطة ويمثل في الحقيقة خمسين ألف سنتيمتر في الطبيعة للقول بأن هذه المنطقة التي ندرسها هي منطقة كبيرة نسبيا في هذه المنطقة وفي هذه الواثقة ما ننسوش بأنها تعبر عن خريطة جيولوجيا إذا مرنجي ندرسوا الطبقات والصخور التي لدينا هنا ثم ندرسها بشكل عام ودي بعمل كيف نقول أن هذه الطبقة التي في الأسفل فوق منها في الأعلى كنا الطبقة التي لدينا بالبرتقال هنا ثم الطبقة التي لدينا فوق منها إلى غير ذلك هذا خطأ جميع هذه الطبقات التي لدينا هنا هي على مستوى السطح أي أنها كلها تظهر على سطح الأرض إذن بالتالي فهذه الطبقات التي لدينا أخذناها من منطقة جبال الألب وعندنا جوجة المناطق هنا الماسيف دولاريز وماسيف دي تخوى سينيور فقط لكي نوضح أو نحدد المنطقة التي لدينا منها هذه الخريطة الجيولوجية ثم عندنا المفتاح طبيعة الحال الذي يشيره أو يسهل عملية التعرف على هذه الطبقات عندما نريد أن ندرس هذه الطبقات أو الصخور التي تظهر على مستوى خارطة الجيولوجية فالدراسة سوف تتم على مستوىين اللي هو أولا المستوى دي للتاريخ ما هو عمر هذه الطبقات ثم المستوى الثاني ما هي الطبيعة الصخرية لهذه الطبقات أو هذه الصخور بالإضافة إلى هدف المنطقة عدنا مجموعة من الدلائل التي تشير إلى أن هذه المنطقة تعرضت لقوى تكتونية من بينها ظهور هذه الفوالق ثم شيء آخر عندما نريد أن نتعرف على عمر هذه الطبقات وأيضا طبيعتها غنبذوب بالعمر فالعمر ديال الطبقة الأولى اللي عندنا هنا ما غنقولوش في الأعلى ولكن في اتجاه الشمال يعني هي أقصى طبقة في اتجاه الشمال فعمرها هو التفحمي يعني لوكاغ بونيفا اللي هو ينتمي إلى الحقاب الأول ثم عندنا في اتجاه الجنوب ديال الطبقة السابقة عندنا الديفوني لديفونيا اللي كي يجي من بعد التفحمي معنى أنه أقدم من التفحمي ودائما في الحقاب الأول طبقة الثالثة الأوردوفيسي أو الأوردوفيسيان اللي هو يأتي في الترتيب دياله أسفل أو أقدم الديفوني ثم الكمباري اللي هو الحدسفلي ديال الحقاب الأول إذن هذا كلهم في الحقاب الأول ولكن كل وحدة هي سابقة للأخرى سخور ديالكمباري هي أقدم من الأوردوفيسي أقدم من ديفوني أقدم من تفحمي وهذا هو الأساس ديالوضع المفتاح لأنه يعبر عن الترتيب ديال الطبقات وقلنا دائما وضع هذه الطبقات على مستوى المفتاح يحترم مبدأ طبقاتيا مهما وهو مبدأ التراكب بمعنى أن كل طبقة موجودة في الأعلى إلا وأنها أقدم من الطبقة التي تدنوها أو التي توجد أسفلها إذن وصلنا الكمباري بعدما عندنا أيضا الكمباري لكي تواصل عندنا في ثلاث طبقات اللي هي الطبقة اللي عندنا هنا طبقة الثانية والطبقة الثالثة أو الصخرة الثالثة الآن سنشوفه منسبة الطبيعة الصخرية ولا لاحظتم منسبة الطبقة ما درناش لعلى العمر ونشوفه ما هو السبب إذن هذا الطبقة الأولى التي تنتمي إلى التفحم لقلنا هو أحدث طبقة فالتفحم طبيعته هو عبارة عن صخرة نسمى شيست يتوفر على مستحاتات ونحن نعرف بأن المستحاتات لا تتواجد إلا داخل الصخور الرسوبي إذن هي صخرة رسوبية تتوفر داخلها على مستحاتات الديفوني شيست بدون مستحاتات إذن هي نفس الصخرة السابقة لكنها فقدت مستحاتاتها الأرضو في سي هو عبارة عن ميكاشيست الكامبري ميكاشيست دون وعين من الميكا ثم لدينا طبقة المولية عبارة عن صخرة جيدة نسمى القنيس ثم الميكما تيت بالنسبة للطبقة الموجودة هنا الطبقة الأخيرة علش مدرناش لعلى العمر لأنه كما عرفنا جميع هذه الطبقات والعمر الذي تنتمي إليه فبش ننقلبه على المستحاتات هذا يعني بأن الطبقة الأخيرة ما فيهاش مستحاتات علش لأنها ببساطة هي عبارة عن صخرة سهارية وهي القرانيت فبالتالي قلنا بأن الخريطة الجيولوجية يتمكنون من التعرف على الأحداث الجيولوجية التي تعرفتها المنطقة من بين هذه الأحداث عدنا وجود الفوالق دليل على وجود قوى همت هذه المنطقة في زمن معين ثم عندنا هذه الطبقات للاحظتوا قلنا بأنها من أعمار مختلفة لكنها على مستوى الخريطة الجيولوجية تظهر بأنها متماسة فيما بينها وكلها موجودة في نفس هذه المنطقة ففي الحقيقة الذي كان من المفروض أن يظهر داخل الخريطة الجيولوجية ككل إذا لم تكن هناك أي ظاهرة جيولوجية فكان المفروض أن تظهر فقط طبقة للتفحم بمعنى الخريطة كاملة كان خاصة يكون فيها غير هذا اللون اللي كان في الأعلى علش لأن الطبقات الأخرى كلها هي أقدم من تفحمي إذا خاصة نقلب عليها أين أسفل هذه الطبقة بمعنى خاصة نقلب عليها على مستوى المقطع الجيولوجي ولا يمكن أن تظهر على مستوى الخريطة الجيولوجية لأننا قلنا الخريطة الجيولوجية تظهر فقط ما يوجد على سطح الأرض ومعنداش علاقة بما يوجد في الأعمق هذا يعني بأنه جميع الطبقات اللي عندنا من الديفوني إلى الكمباري أنها كلها تم حملها من الأسفل من الباطن للأرض إلى السطح وهذا يؤكد أيضا أنه فعلا لذين قوى تكتونية أدت إلى هذه العملية للقول بالفعل بأن هذه المنطقة تعرضت لتكتونية الصفائح المسؤولة عن مجموعة هذه التشوهات للفوالق وإذن إلى كمنا هذه الطبقات على مستوى خريطة جيولوجية عامة وكبيرة فاكتبال لنا أن الحدود ديها كاملة تجكل طياع ملاقة جدا فإذا ركزنا على مستوى هذه الطبقات ما يهمون فيها وهو هذا الاختلاف في طبيعة السخور فلدينا الصخرة الأولى كما قلنا مدام أن فيها مستحاتات غلغي وهالتسمية دي الشيست لأنها مكررة مرتين ببعنا موجودة مرتين ولكن الفرق أن الأولى بمستحاتات إذن فهي صخرة رسوبية ما تبقى الشيست والميكا الشيست وأيضا ميكا الشيستان دون نوعين من الميكا والقنيس هي كلها نوع جديد من الصخور مع عمركم شتوف سابقا وهو صخور متحولة بالنسبة للقرانيت معروف أن القرانيت هو صخرة سهارية أما الميكما تيت فهي صخرة هاجينة أو نسميها وسيطة بين القنيس وهو صخرة متحولة والقرانيت ما تلقى في الميكما تيت تلقى أن جزء منها عبارة عن قنيس وجزء ثاني عبارة عن قرانيت إذن ما يهمنا في كل هذه الخريطة الجيولوجية وهو الصخور لسمنا صخور متحولة ابتداء بالشيست بدون مستحاتات إلى غاية القنيس كيف سنفسر تواجد هذه الصخور في المنطقة ما هي علاقة تواجد هذه الصخور وطبيعتها بتكتونية صفائع ثم هل هناك علاقة بين هذه الصخور فيما بينا بمعنى؟ هل من الممكن أن نجد علاقة بين الصخرة الأولى والصخرة الثانية والصخرة الثالثة؟ فبالتالي هذا يستدعي أننا ندرسوها الصخور بشكل أكثر تفصيل وفي هذه الدراسة قد نختاره بأننا نأخذ التركيب العيداني والبنية ثلاث صخور أساسية في المنطقة وهي صخرة الشيست والميكاشيست والقنيس في هذه الدراسة للتركيب العيداني والبنية نبدأ بما هو أكبر ببعنى العام العام هو ملاحظة بالعين المجردة كيف تظهر هذه الصخور؟ بلسبة الشيست فهذا ركزت على هذه المنطقة التي لدينا هنا فكتبان بأنها عبارة عن صفائح التي ممكن فصلها عن بعضها بفعل فقط دغط بسيط بواسطة الأضافر ثم اللي لاحظوا هذه البنية التي لدينا في الداخل هنا فهي تدل على أنها لدينا شكل توجيه لدينا معادن الصخرة على شكل أسرة داخلها الآن بنسبة للصخرة الثانية وصخرة الميكاشيست فهي كتبان نسبياً مشابهة للصخرة الأولى ولكن هذا الجزء الذي كان لدينا هنا إمكانية فصل هذه الأسرة عن بعضها لم يبقى لدينا كما أن سطح الصخرة يظهر بشكل لامع لماذا هو لامع؟ لأن نسميها ميكاشيست أي أنها متوفرة على معدن الميكا والميكا اللي كنت تكلم عنها هي عبارة عن نوع من المعادن اللي هي لامعة واللي كنفصلها إلى نوعين النوع الأول ما نسمي الميكا البيضاء وكنسميها موسكوفيت أو الميكا تانية اللي هي ميكا ذات لون بني إلى أحمر وكنسميها البيوتيت إذن جوج ديال أنواع ديال المعادن بنسبة للميكا اللي كيعطيه خاصة الميسكوفيت كتعطيه شكل لامع ديال صخرة الميكاشيست باش كان ميزوا عن الشيست النوع الثالث من الصخور وهو صخرة القنيس وفي صخرة القنيس لا لحظت بأنه على مستوى مقطع داخل الصخرة فكتبان بأنه لدينا مجموعة من المعادن فاتحة اللون اللي عندنا على هذا المستوى تليها طبقة أو سرير من المعادن داكنة اللون وكيبقى عندنا هالتعاقب في الأسيرة سرير فاتح سرير داكن علما بأن الصخرة هي مجموعة من المعادن إذا الذي يحصل داخل هذه الصخرة ما بقاش عندنا فقط هاد تجزيء ديال الصخرة إلى مجموعة من الأسرة ولكن ولو عندنا هاد الأسرة داخل الصخرة بمعنى أن المعادن في حد ذاتها تم توجيهها بهتشكل بمعنى أنه جمعنا كل معادن اللي هي داكنة اللون اللي هي ملونة وخلينا معادن فاتحة أسفلها وبقى عندنا هالتعاقب ديال هاد المعادن معادن داكنة صغيرة الحجم ويعقبها معادن فاتحة كبيرة الحجم إذا هاد اللي تاج أو هاد التندد الذي حصل داخل صخرة الشيس والذي أهم أسرة داخلها الآن تحول إلى داخل الصخرة والذات المعادن هي التي تأخذ هذا التوجيه ما بقى لدينا سطحة ولكن اللي لدينا داخل الصخرة سوف نطور هذه الدراسة ومشي إلى دراسة بالمجهر المستقطب باش ناخد عينا من الصخرة وكندروا لي صافحة دقيقة وكندوزوها المجهر وكنلاحظوا أنه عندنا مجموعة من المميزات الجديدة التي تظهر بالنسبة للشيست سوف يظهر داخلهم بهذا الشكل وللاحظوا عندنا هذه الأسرة التي تحدثنا عنها اللي هي عبارة عن طيات صغيرة داخل هاد الشيست وبالنسبة للتركيب العيداني فهو عندنا معدن نسمي السيريسيت اللي هو قريب من معدن المرو ثم معدن الكلوريت اللي هو قريب من معدن البيوتيت اللي تتكلمنا عليه سابقا وقلنا أنه عبارة عن ميكا نسمي ميكا سوداء أي أنها ملونة واللون ديها بين البني والأحمر إذن بهذا النسبة لصخرة الشيست كيف تظهر الآن صخرة الميكا الشيست فكر القوة بأن في هذه الصخرة الجديدة ما بقى وش عندنا هاد الأسرة اللي تكلمنا عليها سابقا بل ولت عندنا معادن اللي هي كبيرة الحجم اللي حظته هنا خداية هاد المساحة وتم جمع المعادن صغيرة الحجم واخذت هاد السرين بعد منها ثم تكررت العملية فهنا بنسبة البنيا ديال الشيست نسميها بنية الشيستية بينما البنيا ديال الميكا الشيست نسميها بنية مورقة فوليي أو النجات من الفولياصيون أي التبريق أما بنسبة للمعادن التي تشكلها فكالقاو أهم معدن وهو معدن الميكا لهو البيوتيت لقلنا أن الكلوريد هي فقط عبارة عن بيوتيت أي ميكا سوداء لكنها متفسخة بمعنى أنه تغير اللون دياله الميكا السوداء لونها قلنا بني إلى أحمر بينما الكلوريد فلونها أخضر وبالتالي فهو نفس المعدن ولكن تغير اللون دياله فنقول بأن معدن الميكا السوداء هو معدن الكلوريد لكنه بلون آخر إضافة إلى هذا عندنا معدن المرو اللي كيبان بأنه في المجهر مستقطب فكيبان بأن اللون دياله رمادي إلى أبيض عسابة زاوية الإنعكاس أو الإنكسر عفوا ديال الضو الصخرة الأخيرة وهي صخرة الغنيس فتزداد هذه الحدة ديالهد التوريق بحيث أنه تم جمع كل معادن الفاتحة في سرير مثلا لدينا هنا وعندنا واحد سرير اللي جاء بعد من هنا تم جمع المعادن داكنة اللون اللي هي معدن الميكا السوداء وكتلاحظوا اللون دياله هنا فهو بني قلنا أنه اللون الحقيقي هو بين بني وأحمر سرير آخر لفي معادن فاتحة سرير جديد لفي معادن داكنة وتتولى هذه العملية إذن هي أيضا بنية مورقة لكنها أكثر حدة من البنية السابقة ديال الميكاشيس المعادن الأساسي غلق معدن الميكا كما قلنا ومعادن المرو إضافة إلى معدن جديد الذي يشبه المرو في اللون دياله وهو معدن الفيلد سبات بشكل عام الآن نبغي نلخص كل ما قلناه مدى ممكن أن نقول بالنسبة للتركيب العيداني هذه فيها سيري سيت لي قلنا هو شابه بالمرو كلوريت لي شابه بالميكا كتعود لنا هنا ميكا مرو وعدنا هنا ميكا مرو مع إضافة فيلد سبات وأيضا مع تغيير شكل ديال المعادن فبالتالي يمكن أن نقول بها أن هناك تشابه نسبي في التركيب العيداني دياله هذه الطبقات أو الصخور المتحولة شيست وميكا شيست والجنيس إضافة إلى هذا نبغي نمشي الآن للبنية فقلنا البنية الشيستية شيستية بنية الثانية الميكا شيست مورقة وأيضا نفس الأمر بالنسبة للجنيس أي أنه أيضا ذو بنية مورقة مع الزيادة في حدة التوريق بالنسبة للجنيس وبالتالي فبالنسبة للبنية هناك اختلاف واضح في هذه البنية ديال الصخور المتحولة الموجودة كلها في نفس هذه المنطقة هذه الصخور بأكملها اللي هي الشيست والميكا شيست والجنيس هي كلها صخور غنية بالعنصر ديال السيليس والعنصر ديالاليمنيوم واللي كنسميه بالتالي سيليكات الألومين سيليكات الألومين بمعنى أنها غنية بالعنصرين ديال السيليس وديالاليمنيوم في الحقيقة هي غنية بالأكسيدات ديالالسيو 2 وأكسيد الألومنيوم المهم لدينا هو أن كلها صخور تشترك نسبيا في تركيبها الكيميائي بحيث أنها كلها غنية بالسيليس والألومنيوم وهذا هو اللي سيلاحظه فيما يتعلق بدراسة أكثر تفصيل للتركيب الكيميائي فلاخدنا الصخور ثلاثة شيست وميكا شيست وغنيس وبغينا نقاربنا التركيب الكيميائي دياله فلاخدنا أنها كلها مشكلة من نفس الأكسيدات لأهمها كما قلنا السيليس والألومنيوم أكسيد السيليس وأكسيد الألومنيوم فلماذا نركز على هذه العنصرين فلاخدنا مثلا صخرة شيست فيها 60% أو أكثر من 60% من السيليس وفيها 20.9% أو 21% ديال الألومنيوم وهي النسب الأكبر من جميع العناصر الأخرى أو الأكسيدات الأخرى لقرنتوا أتلقى هذه الجوج هما المرتفعين نفس الشيء يتكرر داخل ميكا شيست ونفس الشيء بالنسبة للقنيس وبالتالي فجميع هذه الصخور لها نفس تركيب كيميائي مع اختلاف في النسب وهي كلها صخور ديال سيليكات الألومنيوم سيليكات الألومنيوم هي صخور غنية بعنصري السيليس والألومنيوم إذا كنت خلاصة عندنا تشابه في التركيب العيداني اختلاف البنية وإزدنا على تشابه في التركيب الكيميائي ذي لجميع هذه الصخور المتحولة بالمنطقة الآن ما نجمعها الجوج لعدينا التشابه ذي لتركيب العيداني وتشابه تركيب كيميائي هذا يدل فعلا أنها جميع هذه الصخور عندها نفس الأصل لبقى لإشكال ذي الإختلاف البنية لماذا رغم أن لها نفس الأصل فهي مختلفة من حيث البنية فالسبب هو ظروف تشكل كل صخرة من هذه الصخور هي مختلفة فابتلي كيف سنفسر أنه لدينا صخور لها أصل مشترك مع اختلاف بنيتها كنا شفنا أيضا لا تذكرته في المركب الأوفيوليتي وقلنا بأن أصله هو واحد ولكن الصخور التي تنتج هي مختلفة من حيث البنية السبب هو ظروف تصل بها نحن بكتكلم على الصخور المتحولة ففي هذه الصخور أيضا لها موقع النشأة ولها أيضا ظروف النشأة فإذا تغيرت هذه الظروف رغم الأصل المشترك دلها كاملة فهذا يعني بأنه سوف تختلف بعض الأمور داخلها خاصة اختلاف البنية دل كل صخرة على حدة بالنظر إلى الظروف المتدخلة في تكوينها قلنا بالتالي بأن جميع هذه الصخور لها نفس الأصل فبطبيعة الحال تساؤل البسيط جدا ما هو هذا الأصل جميع هذه الصخور المتحولة بالمنطقة تساؤل المولي وهو على الشكل للقاوها الترتيب في الصخور شيست ميكا شيست وغنيس بشكله ومتماسه فيما بينها وبالتالي هل طبيعة الحال ستوجد علاقات بين هذه الصخور فيما بينها وأيضا هل هناك علاقات بين الأنواع المختلفة لصخور المنطقة ما ننسوا بأننا نسى صخور روسوبية هذه كامل أننا صخور متحولة شيست ميكا شيست غنيس وهنا الصخرة اللي بقدت عندنا أنا ميغماتيت اللي قلنا هي صخرة هجينة وهنا عدنا القرانيت وما ننسوا بان القرانيت وصخرة صهارية ميغماتيت ما هي انتظرنا واحد بسيط في الدراسة غلقوا هذا الجزء اللي عندنا هنا عبارة عن غنيس واجزء اللي عندنا هنا عبارة عن غرانيت فلهذا سميناها صخرة هاجينة وبالتالي تحتاج إلى تفسير يمكننا من فهم لماذا تتواجد هذه الصخرة ولماذا هي مشكلة من جزء الأجزاء مختلفة جزء متحول وهو جنيس وجزء منصهر وهو الجرانيت سنحاول نجاوب هذا السؤال الأول كافتراض ما هو الأصل المشترك لمجموع هذه الصخور متحولة بمنطقة فكننا عودة رجعون لهذه المنطقة وكنلقوا في اتجاه الشمال وجود صخور طينية وهي غنية بسيليكات الآلومين وبالتالي نقول كافتراض بأن الأصل المشترك ديال جميع هذه الصخور متحولة بمنطقة هي صخور رسوبية طينية بقعدنا السؤال الثاني أو تساؤل الثاني والثالث كيف نفسر وجود هذه الصخور دائما في تماث فيما بينها في نفس المنطقة ثم ما هي العلاقة بين الأنواع المختلفة لصخور منطقة لا ننسو بأن الأنواع المختلفة للصخور منطقة هنا لدينا صخرة طينية هنا ولدينا شيست هنا لدينا ميكا شيست هنا لدينا جنيز هنا لدينا ميجماتيت وهنا لدينا الجرانيت كيف سنفسر هذه العلاقة بين مجموعة هذه الصخور لما كانت غرفة الخارطة الجيولوجية بل كانت في جميع مناطق الاستضامة لدينا ترتيب الصخور شيست ميكا شيست جنيز ميجماتيت وغرانيت هذا يدل على أنه ضروري أن تتواجد علاقة بين مجموعة هذه الصخور مختلفة ضروري أن تتواجد علاقة بين الصخور المتحولة فيما بينها ثم بين الصخور المتحولة والصخور الطينية التي كانت في المنطقة ثم علاقة بين الكل وصخرة الميجماتيت ثم علاقة جديدة بين كل ما سبق وصخرة الجرانيت وهي صخرة ناتجة عن تصلب صهارة سابقة إذن ما هي العلاقات المفترضة فيمكن أن نعطيها الشكل التالي نفترض بأنه في المنطقة اللي كان عندنا قبل حدود أي ظاهرة جيولوجية ما ننسوش بأنه ما كنتكلمه عن التحول هو ظاهرة مرافقة لنشوء السلاسل الجبلية الحديثة فيما يتعلق بمناطق الاستيضام سوف نفترض بأنه قبل الاستيضام كان عندنا مقطع أصلي دي الصخور المنطقة اللي هي كلها صخور رسوبية طينية وهي غنية بسيليكات الأليمين في السيليس والأليمين بكترة إضافة إلى هذا فالمعروف هو أنه كلما زاد العمق إلا وترتفع درجة الضغط وأيضا درجة الحرارة وهذا الارتفاع في درجة الحرارة والضغط يساهم فيه أولا العمق وأيضا الظواهر التكتونية المرافقة خاصة القوى الانضغاطية الممارسة على المنطقة ما ننسوش بأنك نتكلمه على سلسلة استيضام إذن في الاستيضام عندنا ارتفاع دي السلاسل الجبلية اللي هي تؤدي إلى الزيادة في العمق دي السخور التي سوف تنخفض إلى أسفل نسبيا فما تنسوش دائما بأنه في المكان عندنا ارتفاع دي السلسل الجبلية إلا وأن في الأسفل ديالها في قاعدتها عندنا نزول في هذه المنطقة إذن بالتاليفة هذا يؤدي إلى الزيادة في العمق والزيادة في العمق سؤدي إلى الزيادة في الضغط والزيادة في درجة الحرارة والضغط ودرجة الحرارة نسميها عوامل التحول اللي ندرسه بشكل أكثر تفصيل في الفيديو اللاحقة بعد تدخل هذه العوامل للتحول المرتبطة دائما بتكتونية الصفائح نحصل على شكل جديد في الأصل كان عندنا الكل عبارة عن سخور طينية كل هذا هو عبارة عن طين سوف نفترض بأنه دو مساحة أو دو سمك اللي هو كبير جدا بعد تدخل هذه العوامل فكبدأ عندنا التقسيم في الأعلى عندنا طين علش عندنا الطين لأنه درجة الضغط ودرجة الحرارة ضعيفين بعد منها عندنا الشيست لماذا لدينا الشيست بالضبط في هذه المنطقة لأنه خضع لضغط ودرجة الحرارة مناسبين لتشكل الشيست فقط إذا ارتفعت ضغط ودرجة الحرارة عندنا ظهور الميكاشيست إذا ارتفعت ضغط ودرجة الحرارة من جديد عندنا القنيز فنعتبر بالتالي هذه كلها صخور متحولة نتجت عن ارتفاع تدريجي في الضغط ودرجة الحرارة هذه صخرة رسوبيا مع دناج ضغط ودرجة الحرارة كافية لأنها موجودة على السطح بالتالي لا تتحول إلا عند بلوغ ضغط ودرجة الحرارة في الأعمق إلى درجات مناسبة لتشكيل هذه الصخور بالترتيب الآن القنيز نعتبره في منطقة الاستدام بمثابة آخر صخرة تحولية بمعنى أن ظروف الضغط ودرجة الحرارة هي وصلت إلى أقصى قيمة لإنتاج آخر صخرة قادرة على تحملها درجة الحرارة والضغط وهي ما زالت صلبة الآن إذا قمنا بإضافة درجة حرارة جديدة نحن دائما متجهين إلى العمق فالذي يحصل وهو الحصول على صخرة هاجينة اللي هي الميغماتيت شن هي هاجينة؟ هو الجزء العلوي ديالها عبارة عن قنيز بمعنى صخرة متحولة اللي هي اللي عندنا في الأعلى والجزء الأسفل ديالها اللي عندنا هنا هو عبارة عن صخرة القرانيت اللي كان في الأسفل إذن شنو وقع هنا؟ نتحدث عن انسهار جزئي بمعنى أن صخرة القنيز اللي كانت عندنا في السابق في هذه المنطقة عندما تصل درجة الحرارة والضغط إلى مستويات أقوى فهذا الصخرة لا تستطيع تحمل هالدرجات القوية ديال الضغط والحرارة فتبدأ انسهارها لكنها لا تنصاهر بشكل كلي فنتحدث عن انسهار جزء إذا توجهنا إلى أعماق كبيرة فدرجة الحرارة أصبحت كبيرة جدا الضغط أيضا أصبح جد مرتفع فهذا يؤدي إلى انسهار كلي ديال الصخرة وبالتالي بعد تصلبها كالقاو صخرة القرانيت اللي هي صخرة سهارية اندساسية أي أنها ناتجة عن صهارة أصلية لكنها لا تصل إلى السطح بل تتصلب في الأعمق وبالتالي في تقسيم ديالهات الصخور لقينا الآن عدنا علاقات فيما بينها بدينا بصخرتين اللي هي صخرة رسوبية تعرضت بالتدريج حسب العمق إلى درجات حرارة وضغط مرتفعة فحصلنا على ظاهرة التحول صخور متحولة عندما يرتفع الدغط ودرجة الحرارة عندنا انسهار جزئي إذا ارتفع الدغط ودرجة الحرارة عندنا انسهار كلي للحصول على صخرة القرانيت هذا الترتيب في هذه الصخور من صخور رسوبية إلى صخور متحولة إلى ميجماتيت ثم انتهاءا بالغرانيت يدل فعلا أو أنه يعتبر مميز أساسي لسلاسل الاستيضام لكل قو فيها دائما هذا الترتيب في هذه الصخور مع وجود علاقات فيما بينها بمعنى نمر من شيس دو درجة تحول ضعيفة إلى ميكاشيس دو درجة تحول متوسطة إلى جنيس دو درجة تحول كبيرة أو أقصى درجة تحول بعدها انسهار جزئي بعدها انسهار كلي جميع هذه المراحل اللي مرين منها لا يمكن أن تحدث إلا داخل سلاسل الاستيضام وبالتالي التحول في مناطق الاستيضام هو تحول خاص وعنده صخور مميزة له اللي قلناها دائما شيست ميكاشيست وغنيس هذا كان كل ما يتعلق بالتحول في مناطق الاستيضام غالي نعود بطبيعة الحال رجعوا في فيديوهات لاحقة بشنفسروا كيف تنشأ الصخور المتحولة وما هي عوامل تحول ثم ما هي العلاقات بين الصخور الموجودة في نفس المنطقة سواء انتعلق الأمر بمناطق الاستيضام أو بمناطق الطمر واللي غنشوفوا التحول الخاص بها بمعنى الخاص بمناطق الطمر في الفيديو اللاحقة في انتظار اللقاء بكم في فيديو مقبلة تتمنوا تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى اللقاء